لم تذر الحرب في العراق باباً إلا وطرقت لتترك ذكرى أليمة في نفوس وإجساد العراقيين وزارة الصحة والتخطيط في العراق قالت في تقرير لهما إن تعداد ذوي الإعاقة في البلاد عام 2018 يقترب من حاجز المليون وستمائة ألف عراقي نحو سبعين بالمائة منهم أصيبوا بإعاقات نتيجة الحروب التي مر بها العراق في العقود الثلاثة الماضية فضلاً عن إعاقات خلقية جراء الأسلحة الكيميائية التي قصف بها العراق ويؤكد التقرير أن 50 شخصاً شهرياً على الأقل يضافون إلى قائمة ذوي الإعاقة بسبب الألغام التي تركتها الحرب الأخيرة على تنظيم الدولة ويقدر عدد الألغام المزروعة في العراق بأكثر من 25 مليون لغم منذ عام 1988 فضلاً آلاف الألغام المزروعة حديثاً بحسب منظمات رفع الألغام تمثل الخطر الأكبر على أرواح المدنيين وخصوصاً في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية مؤخراً ولا تقل خطورتها عن الحرب ذاتها التي ما زال ظلها يقتل المدنيين أو يصيبهم بأعقات دائمة أزمة تقف معها حكومة حيدر لعبادي متفرجة حيثما لبثت أن أعلنت ما سمته نصراً على تنظيم الدولة لتترك أحياء كاملة دون نزع المتفجرات والألغام منها وعدم توفير أجهزة حديثة لنزعها وامتد ذلك لنزف مئات البيوت وإجراء تغيير ديمغرافي في كثير من المناطق بحجة عدم وجود أجهزة كشف المتفجرات وبالعودة إلى أوضاع المعاقين سواء جراء المخلفات الحربية أو تداعيات الحروب فإن أوضاعهم النفسية والمادية شاهد آخر على القهر الذي يعيشه المواطن العراقي في ظل غياب مشافر رعاية والتأهيل الاجتماعي ومصانع الأطراف الصناعية وشط بهذه المتطلبات من برامج المرشحين في الانتخابات القادمة التي تريد العراقيين أن يكونوا أسرى في وطنهم مرتين